أحسن الله إليكم الشيخ يقول الفضلات الأغنام هل تؤثر على طهارة الملابس وطهارة الجسم أم يجوز له أن يصلي وإن أصبه شيء من ذلك حفظكم الله الأغنام طاهرة بولها وروثها طاهرة ولا يضر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة وفضلاتها طاهرة والحمد لله نعم